مو عليكم اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات CCNB ان شاء الله في الحلقة دهية هنتكلم عن الاثر التشانل لو لسه مشتركش في القناة اشترك فعل زر التنبيهات وعمل لايك وشير للفيديوهات واتنسانيش في دعوة حلوة بسم الله اي فكرة الاثر شانل عموما يقول لك ان الاثرنت نتورك سبيتز بيز ده على يعني سرعتها يما عشرة ميجا ميت ميجا واحد جيجا عشرة جيجا ميت جيجا طيب لما في لينك ما بين السويتشات بتبقى ساتيوريتد يعني ايه يعني خلاص جابت اخرها خالص السرعة بتاعتها مقفولة فانت محتاج مور باندوث طيب لما تيجي تحتاج مور باندوث هيطلع لك نقطة هنا غلصة قوي ايه هي انا مساك كان عندي اللينك ديت عشرة جيجا ما بين سويتش ايه عاوز اضيف لينك تاني عشرة جيجا المشكلة الاساسية ايه ان هيجي الاسبانينج تري هيقفلها لي هيقفل لي بارت منها عشان ما يحصلش لوب طيب ايه البديل ان احنا نعمل حاجة اسمها بارت اجرى جيجا فهنا بيقول لك ايه بيقول لك نفس الكلام اللي انا كنت قلته بيقول لك يعني في الحالة المثلة تمام حاجة لطيفة ان انت تحط كابلة تاني واتضابل الباندوث تضاعف الباندوث ما بين السويتشين بحيس ان انت تاخد بدلا ما انت مسلا واخد عشرة جيجا او واخد جيجا تاخد اتنين جيجا او عشرين جيجا لكن مشكلتك الاساسية ان الاسبانينج تري هيقفل لك البورت ديت علشان اللوب طيب ما هو لما يقفل هالي انا كده بقى انا استفدت ايه انا كده عملت بورت بكت ما عملتش حاجة تانية ما زودتش الباندوث وبالتالي انا عاوز حل بقى يخليني اعرف اقاد البورت ديت وفي نفس الوقت اعرف ان انا استفيد بالباندوث ما يطلع ليش الاسبانينج تريب او وزليكوس طيب قالوا ايه الحل الحل هو ان انت تعمل حاجة اسمها اثرات شانل اثرات شانل ديت انها بتبندل بتجمع البورتات والبورتات ديت بتتعامل كانها اجراجيت بورتس كانها وان لوجيكال لينك كان دولت بورت واحدة لينك واحدة بس فالسبانينج تري استيل شايفها لينك واحدة بس اللينك الواحدة دي جواها كابلين فالسبانينج تري مش هيقفلها ومش هتعمل لي لوب لان برضو السويتشين دولت بيعملوها على انها لينك واحدة يعني مفيش ترافك هيطلع كده ويلف ويرجع من التانية لا او قدم طلع كده من على اللينك اللي فوق هو كأنه طلع من على اللينك اللي تحت البندل ديت او اللوجيكال لينك ديت بيسموها اثرات شانل او بيسموها بورتات شانل الاسمين زي بعض بورتات شانل و اثرات شانل تماما طيب ايه بقى خصائص الاثرات شانل ديت او مكوناتها ايه وخصائصها ايه الاثرات شانل ديت مش اختراع لسيسكو ده دوت في العموم اوبن ستاندرد اوبن ستاندرد ده رقم الاوبن ستاندرد بتاع تماما وبتتسمى لينك اجرجيشن بس كلمة اثرات شانل دي بتاعت سيسكو الاسبانينج تري بيتعمل معاها على انها لوجيكال لينك فبالتالي اي عدد كابلات جوه اللوجيكال لينك ديت بالنسبة لالاسبانينج تري هي ذا سيم لينك لان مش هيحصل لوب من عليها او اي ترهد ده رقم الاوليج تريد ان يكون من علاق الوصول لينك او او اي ترهد ده رقم الاوليج او الاوليج او 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 اي ترهد يعني لازم لينكاتك كلها هتبقى نفس السرعة فلو انا قلت لك ان الكابل من دولة 1 جيج اعرف على طول ان الباقي كله كل واحد منهم 1 جيج يبقى مجموعهم 4 جيج تمام هيعمل load balance ما بين اللينكات دايت load balance معنا ان هو هيوزع الترافك اللي طالع على اللينكات دايت مش هيوزعها بالتساوي هنشوفها ازاي في اخر السيكشن دوت هو بيوزعها لكن في العموم هو هيوزعها Ether channel can be used for either layer 2 او layer 3 يعني الether channel زيها زي بورت السويتش العادية ممكن تبقى layer 2 port access او trunk وممكن تبقى layer 3 port تاخد IP الترم بتاع او مسمى ether channel وether channel bundle وبورت channel هم 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 حاجة واحدة تمام على الكاتاليست لكن بقيت الحاجات يعني النكس اسم سويتش بيسموا بورت شانل لكن ما علينا القصة كلها في النهاية هي حاجة واحدة ether channel زي ether channel bundle ذاي بورت channel كلهم حاجة واحدة تمام؟ طيب الether channel ديت اقدر ان انا اكرياتها manual او اكرياتها dynamic dynamic شبه الدي تي بي كده بس بورتوكولز مختلفة بتحاول ان هي تقوم الether channel dynamic الستاتيك ايثارت شانل مشكلتها ما عندهاش حاجة اسمها health integrity check يعني ايه ما بتقدرش سويتشين دولات الحاجات اللي في النص دي كلها layer one اللي هو ال dwdm ده كأنه layer one كأنه سلطة فهنا سويتشين دولات مقوامين ether channel على ال linktين دولات مشكلة ان حصل هنا indirect failure حصل indirect failure فالسويتشين دولات البورتات عندهم اب اب فهما لسه عملين يبعثوا ال traffic فوق وتحت مع ان فوق ال traffic بيدرم طيب ده لان انا مقوم ال port channel static يعني انا مقومها بايه دي مقومها manual خلينا ان بقى اوضح يعني مقومها manual وبالتالي مش هعرف لو حصلت فيها مشكلة ما بيعرفش detect ان فيها مشكلة تمام ما بيعرفش detect ان فيها مشكلة لو المشكلة ديت indirect failure لو المشكلة ديت indirect failure ليه لان معليهاش health integrity check معناها ان معليهاش keep a life مفيش messages خاصة بالاثر تشان المشي على ال بورت تتأكد ان اللينك كلها رب هو خدها عمياني خلاص انت اقومتها هلستاتيك يبقى هي قيمة لحد ما ال بورت نفسها تبقى داون عندي طب لو حصل indirect failure لا ما بقدرش اكتشف عشان كده في الاثر تشانل دايما بيفضله انك تقوم البورت دايناميكلي او تقوم الاثر تشانل دايناميكلي تمام؟ طيب نقومها بقى ازاي دايناميك؟ فيه بروتوكولين بروتوكول اسمه link aggregation control protocol او lacb وبروتوكول اسمه port aggregation protocol bgb ال bgb دا وتسسكو اللي عملات وهو اللي تعمل الاول وبعد كده lacb open standard دا تعمل بعد كده لازم عشان تقوم الاثر تشانل ما بين سويتشين تقومهم بنفس البروتوكول في الناحيتين يعني يا اما ال lcb هو اللي يقومها دايناميك يا اما ال bgb لكن ما ينفعش اميكس ما ينفعش اميكس تمام؟ طيب ال bgb فاكريني يا معا بصوا ال bgb وال lcb حاجة شبه شبه في ال concept ال dtb اللي احنا خدناه الحلقة اللي فاتت تمام؟ شبهه في ال concept ولكن مع اختلاف الوظيفة ال dtb بيحاول يقوم الترانك بورت دايناميكلي ال bgb وال lcb بيحاولوا يقوموا ال ether channel دايناميكلي تمام؟ خلي بالك ال ether channel دي نفسها ممكن تبقى هي هيها ممكن تبقى ترانكة او اكسس بس هنا انا بتكلم ان ال lcb وال bgb بيحاولوا ان هما يعملوا اجراجيشن او يجمعوا اللينكات دي مع بعض دايناميكلي تمام؟ كده؟ وينوغوشيته يعملوا مفاوضات ما بين ال switch in ان هما يقوموا ال ether channel. طيب ال bgb بيحاولت المسجات بتاعته على الملتيكاست ادرس دوت. والبروتوكول كود بتاعه في ال ethernet هيدر هو دوت. 0x0104. البورت بتاعته او المود بتاعه على ال switch chain بيبقى حاجة من الاتنين. يا اما auto يا اما desirable. auto معناها ان ال interface doesn't initiate the ether channel to be established and doesn't transmit bgb buckets. بيستقبل بس bgb buckets تمام؟ ولو حد لو اللي قدامه قاله تيجي نقوم ether channel هيقوله ما قالوش هو هبيوكده كده قاعد ساكت. فلو الناحيتين اوتو ال ethernet مش هتقوم خالص. طيب ال desirable هو عاوز يقوم ال ether channel. يبقى احنا قلنا كده الاول براحة ال ether channel ممكن تقوم manual static. وهنشوف دلوتي ال configuration بتاعك. وممكن تقوم dynamic. ال dynamic في بروتوكولين بي اي جي بي ده بتاع سيسكو و lcb بتاع ال open standard. ال اتنين لازم لو انت هتستخدم اي بروتوكول منهم يبقى السوء تشين بيستخدموا نفس البروتوكول. تمام كده؟ جميل. ال bgb بقى فيه two modes auto او desirable. ال desirable معناها ان البورت اكتف وعاوزة تقوم ether channel وعملها تبعت للبورت التانية تقولها ايه يلا نقوم ether channel. يلا نقوم ether channel. يلا نقوم ether channel. لو البورت اللي قدامها ال desirable او auto هتوافق. اوكي؟ تمام طيب. ال lcb بقى بيبعت على الماك ادرس دوت مالتي كاست مادة ماك ادرس دوت وبيشتغل برضو في two modes هم هم مهم التو موتز بتاع ال bgb بس مسميات مختلفة. فبدل ال auto اسمه passive وبدل ال desirable اسمه active. ال passive don't doesn't initiate وبيستقبل بس وبيرسبوند لو حد عرض عليه انه يقوم ether channel لكن لو محدش عرض عليه هو مش هيقوم ether channel من نفسه. الاكتف هو عاوز يقوم فهو بيترانسميت وهيقوم سواء الناحية التانية اكتف او باسف هتستجيب معي. تمام كده? طيب يبقى احنا كده قلنا. احنا عندنا التلات طرق لتقويم او لعمل ال configuration بتاعة ال ether channel. الطريقة الاولانية static والطريقتين التانيين dynamic. dynamic بال lcb و dynamic بال bgb. طيب خلينا كده نبتدي في الاستاتيك. هتيجي على ال interfaces اللي انت عاوز تضمها كاثر channel كل ناحية من السويتشين وتيجي تقول لها channel group one ده رقم ال ether channel اللي بديها اي رقم one two three four مش فرقة ومش لازم يبقى نفس الرقم على فكرة في الناحيتين. بس طبعا يفضل عشان التنظيم يعني ما اتبهش. مود اون. مود اون. مود اون ده كده انا هقومها بس زي ما قلنا اللي في حالة ال indirect failure مش هيعرف يحس بحاجة. طيب. ال lcb ether channel هتيجي تقول له على الناحيتين channel group one او two او three او اي حاجة رقم اللي تشانل مود يا اكتف يا باسف على حسب المود اللي انت عاوزه. ونفس الكلام في ال bgb بس هتقول له يا auto يا desirable. طيب. في بقى نقطة مهمة في ال bgb. ال bgb ports operate in silent mode. يعني اين? which allows a port to establish an ether channel with a device that is not bgb capable and rarely send packets. يعني هو معمول ان هو حتى لو اللي قدامه ما اتكلمش. وانا اكتف او انا desirable هقوم معاه. طبعا ده وحش في السكيرتي. فانت يفضل انك تعمل ال option اللي هو بتاع ال non silent دوت. فلازم اللي قدامك يتكلم معك ويتجاوب معك. طبعا كده? لازم يتكلم ويتجاوب معك. otherwise انت ممكن تقوم اصلا مع سويتشات. هي ما بتصبرتش ال bgb. وممكن بقى يحصل لك اي حاجة يعني. الموضوع ما بيبقاش مضمون خلص. طيب. هنا بقى نشوف كده configuration. جيت هنا على switch 1. خدت البورتات من 1 الاتنين. وقلت لها mode active. يبقى انا كده شغال LACP. ودخلت على ال port channel نفسها عملت لها configuration. قلت لها switch port mode track. ده كده interface. تمام? طيب هيجي برضو من ناحية التانية كده. بص على switch التاني. قلت له برضو interface range من 1 ل 2. و mode passive. او active. اللي اتنين هتقوم مده من ناحية تانية. وجيت على ال port channel نفسها. قال لك هنا انا create port channel 1. ده logical interface اللي انت بعد كده بتتعامل معه. تقومه access. تقومه trunk. تعمل اللي انت عاوزه عليه. فبتقول له switch port mode trunk. بص هنا بقى هيبتدي ايه. تلاقي ال interfaces وقعت. ويبتدى LACP يعمل negotiation. وابتدى يقومها لك. وقال لك ال interface هو port channel 1 changed step to up. تمام كده. بص خلي بالك هنا عشان دي دا يوم بتلخبط. دية L بتاعت channel ودية الرقم اللي هو واحد. وما عاملينهم الاتنين في الايس شبه بعد عاوز. طيب. هاجي هنا بقى عاوز اعمل verification. حاوز اشوف ال port channel ايما ولا مش ايما. خلي بالك هنا show ether channel summary دا مهمة قوي. والحروف بتاعته الفلاكز ديت مهمة جدا يا جماعة. وخلي بالك ان الفلاكز case sensitive. يعني هتلاقي في نفس الحرف s capital و s small. بص s small معناها ما عليها ليعطوه. فلازم تشوف الحروف اللي هنا capital ولا small عشان تعرف تشوفها فوق صح. تمام? طيب خلينا كده نشوف. قال لك ايه يا cd? ال u ال capital معناها ان ال ether channel works معناها انها up اللي هو حرف ال u دا هو. اهو. u معناها in use. فقال لك ان ال group one اللي هي port channel one. s u. s capital معناها انها layer two. و u معناها انها in use. يعني شغالة. شغالة بان هي protocol lcb. طيب. وقاجي البروتات اللي تحتها. جيجا واحد صفر واحد وقدامه حرف ال p. فين حرف ال p. اهو معناها bundled in port channel. وجيجا واحد صفر اتنين قدها قدامها حرف ال p معناها برضو انها bundled. يبقى كده ال port channel ديت اللوجيكال انترفيس دوت. شغال بال lcb. وتحته البروتين دولت وايميها. طيب نشوف كده التاني. نفس الكلام. بي او اتنين. بس شغال بي اي جي بي. انت عادي ان انت تشتغل على ال different port channels تشتغل مختلفة. يعني ايه? يعني انا عندي switch دوت. واصل port channel على switch ده. وواصل port channel على السويتش ده. ده اشغاله عادي lcb دوت بي اي جي بي براحتي. لكن النحيتين بتوع نفس ال port channel لازم يشتغلوا نفس البروت كول. تمام? ال d معناها ان ال interface down. ال m معناها ان ال ether channel قيمة. تمام? ولكن انا العدد بتاع minimum number of active interfaces تمام? لسه ما تحققش. ودية هنجيلها قدام minimum number دوت. طيب ال s capital معناها انها layer 2. وال r capital معناها انها layer 3 link. طيب وفيه برضو حاجات تانية. ال p معناها انها bundled. زي ما احنا شفناها. ال h تمام? معناها انها hot standby. يعني ايه? دية في حالة maximum number of active interfaces. لما نجيلها هنرجع لها تاني. لما نشرحها هنرجع لها تاني. ال i معناها انها ايما بس individual. يعني ال port ديت مش دخلة في ال port channel بس هي اللينك نفسها ايما. معناها ايه? ان the member interface has not detected any lcb activity. فهو متعامل ان انا مش ايم في port channel انا بورت ايما لوحدها. ال w there is a time left to receive a packet from this neighbor to ensure that it's still alive. لان ال bgb والlcb بيبعثوا كيبالايف على ال link عشان يتأكد انها ايمة. فدوت معناه ان الكيبالايف ما جاتلوش بس هو مستني ال dead time. مستني ال hold timer عشان يشيله. ال s اللي small the member is suspended. ان ال port ديت suspended. نتيجة اي حاجة في حاجة تغيرت فيها خليتها مش دخلة في ال port channel. ودي هنشوفها قدام ايه شروط ال port channel اصلا. ال R ال R اللي small معناها ان ال interface اللي كان راكب وكان شغال دوت دلوقتي removed from the switch اصلا physically. تعرف السويتشات الموديولار ممكن تشيل منها module ببرتاته. فال port كانت موجودة بس دلوقتي removed. طيب. ال interface بقى status. بص كده هنا معي. اهوت. شو انترفيس? port channel 1. قلك port channel up connected. البند ويتس بتاعتها كام? اشرين الف. او دي كم اتنين مليون اللي هي اتنين جيجا. ليه? لان فيها برتين جيجا صفر على واحد و جيجا صفر على اتنين. تمام? طيب. اه. ماشي. هنقف على كده المرة دي. ونكمل ان شاء الله المرة الجاية. استنوني. ما تنسوش. تشتركوا في القناة. تفعلوا زر التنبيهات. تعملوا لايك وشير. وتدعووا لي دعوة حلوة. سلام عليكم. اشتركوا في القناة.